بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أنا زميلكم إيمان حدادين واليوم إن شاء الله نشرح المحاضرة الأولى من مادة الأورال فيسيولوجي قبل أن نبدأ بشرح المحاضرة أريد أن أعرفكم بنفسي بأن هذه أول مرة أعطيكم مادة أنا يمان حدادين طالب طب أسنان سنة 5 بالجامعة الأردنية بمعدل امتياز وإن شاء الله سأكون معكم بمادة الأورال فيسيولوجي هذه السنة وطبعا عندي خبرة تدريسية درست بعدة جامعات درست عدة مواد أسنان بالجامعة الأردنية وحاليا نعطيهم أكثر من مادة جامعة الزرقاء درستناه أيضا هذا الفصل نعطيهم أكثر من مادة وفيه أيضا جامعة العقبة وإن شاء الله سنبدأ معكم هذا الفصل طبعا مادة الأورال فيسيولوجي مادة وزنها ساعة يعني محاضرة في الأسبوع فإن شاء الله لأن الأمور تكون ميسرة فيسيولوجي من أعرف ما عن فيسيولوجي اللي هي علم الوظائف فأنت أخذتوا بما يتعلق بالجسم كامل مادة الأورال فيسيولوجي الفكرة منها إيش إنه إحنا ندرس يعني من يسمي علم الوظائف ندرس الفنكشنز للأمور اللي بتهمنا إحنا كدينتست يعني كدكاترة أسنان فمثلا أول هيك ملف صغير رح نحكي فيه عن وظائف الأسنان بشكل عام الملف البعده رح نحكي عن الكالسيوم وهذا موضوع بهمنا طبعا يعني ليش بهمنا؟ لأنه طبيب الأسنان بيعالج منطقة الفم كاملة صحب ولا لا والأسنان موجودة داخل عظم يعني موجودة داخل عظم فبهمنا كثير ندرس الفيسيولوجي تبعت الكالسيوم تبعت البون وكل ما يتعلق فيها تمام؟ ورح نتناول إن شاء الله موضوع أخرى لسه ما شفت السلبس تبعكم يعني ما وصلني بس هذولا الملفين اللي وصلوني ورح نشرحهم طبعا اللي فهمتوا إنه أخذتوا هذا الملف الصغير وخلصتوه فرح نشرحه إن شاء الله بعدها مباشرة نبلش بملف الكالسيوم اللي فهمتوا إنه أنتوا أخذتوا بالأسبوع الأول لسلايد 20 رح نشرح أول 20 سلايد تمام؟ طبعا كيف رح يكون أسلوب الشرح رح نشرح على سلايدات مادتكم برضو اللي فهمتوا إنه السلايدات هي يعني مصدر كافي ورح يكون في جروب خاص لدفعتكم إن شاء الله رح نحط رابطه في في وصف هذا الفيديو جروب تليجرام يعني أدخلوا بحيث لما ننزل المحاضرات تشوفوها وطبعا مادة المدرح تكون كابة بشكل مجاني كامل عفوا مادة المدرح تكون مجانية بشكل كامل طيب فبس هذه مقدمة سريعة يعني ما بنا نطول عليكم أكثر من هيك طبعا المحاضرات رح أحرص أنها ما تكون كثير طويلة وبنفس ما نشلفق ولا شيء يعني كل الأمور نعطيها حقها بالشرح والأمور اللي بنتها تركيز نركز عليها أكثر تمام وإن شاء الله رح يكون الشرح شامل يعني فباسم الله خلينا نبدأ أول موضوع له وظائف الأسنان طبعا مثل ما بنعرف إحنا أنه الأسنان تختلف يعني مشكل أسناننا على شكل واحد صح ولا لا الأسنان وهذا رح تدرسوا بمادة الدنت الأناتومي هذا الفصل إن شاء الله ورح يعني عندكم برضو لابدنت الأناتومي رح يعني تتوسعوا بهذه الموضوع أكثر أنواع الأسنان مثل ما بنعرف أو مثل ما رح تعرفوا اللي هم القواطع الانسايزرز الأنياب الكيناينز الضواحك لبري مولرز ثم عنا المولرز تمام فهون بيكون عنا هذا بيسموه سنترال انسايزر هذا هذا الانسايزر طيب هذا اللي هول كيناين بيكون عنا بكل كوادرنت ما يعني كوادرنت يعني ربع نحن منقسم الموت إلى 4 كوادرنت إلى 4 أرباع هذا اللي هول بيسموه أبرلف يعني فوق شمال هذا الأبر رايت فوق يمين هذا اللوور رايت هذا اللوور لفت المهم بيكون لبقي بيكون ثمان أسنان عنا ثم المهم الأسنان مثل ما أنتم شايفين تختلف بأشكالها يعني لما تدرسوا الاناتومي راح تشوفوا انه كل سن وإله تضاريس مختلفة عن السن الآخر فهذا بعكس للوظيفة دائماً إحنا الستركتشر يعكس للوظيفة فهس راح نشوف انه الأسنان تختلف تمام تختلف حسب الشكل حسب الحجم طبعاً الأسنان تختلف بحجمها مش على حجم واحد الكنتور الالاينمت اللوكيشن اللوكيشن يعني موقعها بالفكين جوز يعني فكين الكنتور يعني كيف الميلان أو نحكي كيف شكل السن الخارجي الالاينمت يعني كيف بيكون موقعه دخل الفك بأي زاوية كيف صفته بنحكي كيف الصفة تبعته تمام فالأسنان بتختلف وكل سن هزتسون فانكشنان شاب كل سن إله شكله الخاص ووظيفته الخاصة الانسايزر بنسمهم القواطع بيلعبوا دور بيقطع الأكل يعني مثلا تكتوك الجزرة تقطعها بأسنانك الأمامية الانسايزرز ثم بتروح هذا يعني الجزء اللي قطعته بروح لعند الطواحين الطواحين تعمل تطحن تمام فباختلاف عفوا باختلاف السن وشكله تختلف الوظيفة بس بشكل عام الأسنان إلها وظائف نحكي ثري ميجر فانكشنز دائما لما نذكر الأسنان نحكي إلها ثري ميجر فانكشنز أول مستيكيشن اللي هو اللي هو مضغ الطعام صح ولا لا؟ وثانيا الاستتكس أو الجمالية أو الابيرانس يعني المظهر وثالثا الفونتكس الفونتكس يعني الكلام الحديث طيب يعني مثلا جربوا هسا ألفوا وضحوا حرف الاس بتلاقوا أنه أسنانكم الانسايزرز السفليات طلعوا راحوا بقربوا على الابر انسايزرز ماشي عشان نقدر نطلع صوت الاس فالأسنان تلعب دور بمخارج الحروف لذلك لها دور بالفونتكس فالمريض اللي ما عنده ولا سن أو اللي المريض اللي بفقد أسنانه تمام يعني في بعض المرضى بفقدوا كل أسنانهم هذول ان شاء الله انتوا بسنة رابعة راح يتعالجوهم وراح تعملونهم إشي اسمه طقم الكامل هيك في طقم اسمه complete denture برجع لهم كل أسنانهم المهم المهم هذول المرضى اللي ما عندهم ولا سن بتلاقوا أنه عندهم مشاكل بالنطق لما نعطيهم هذا الطقم اللي برجع لهم أسنانهم من شيك وقت هالنطق عندهم كيف هل رجع زي قبل ولا لا فهذه وظائف الأسنان مستيكيشن استاتيكس انت فونتكس وفي وظائف أخرى نحكي عنها تحت هاي هون أنواع الأسنان أول وظيف اللي هي ايش المستيكيشن اور تشوينغ الفوت طبعا المستيكيشن نفسها كلمة تشوينغ نفس المعنى بيحكي لك أنه الأسنان أو عموما نحكي الأور الكافيتي يعني التجويف الفموي يعني الفم هو أول جزء من الجهاز الهضمي الفم يعتبر جزء من الجهاز الهضمي يعرف هاي المعلومة جزء من الديجستف شسم جزء من الجي آي تراكت ماشي الجهاز الهضمي أول ما كأول نقطة فياته اللي هو الفم وفي عندنا انزيمات بالفم ماشي مثل الأميليز بيكسر الكاربوهايدريتز فجزء من عملية الديجستشن تحدث بالفم فالفم هو أول جزء من إيش من الجهاز الهضمي والأسنان بتلعب دور بتكسير الأسنان ميكانيكيا مش كيميائيا يعني مش عن طريق أنزيمات الأسنان دورها ميكانيكي إنه أنت الأكل الكبير قطعة الأكل الكبيرة أنت قاعد بتكسرها الأكل صغير صح؟ فتلعب دور بالديجستشن بالهضم وبرضه لما تصير تكسر الأكل بيصير يقدر يذوب باللعاب فبتقدر تحس بطعمه عشان يعني اللي بيسموها البراعم التذوق أو التست بطز يعني يقدروا عشان يقدروا يحسوا بالأكل وتقدروا تحس بالأكل لازم الأكل يتكسر ويذوب باللعاب عشان تقدروا تحسوا يعني بدش أنا كثير أتوسع لا بدأ أطلع عن موضوع المحاضرة المهم المهم إنه الفم هو أول جزء من الجهاز الهضمي The teeth are part of the digestive system طبعا المستيكيشن is the primary function of all teeth يعني هو الاشعرى primary function الوظيفة الأساسية الوظيفة الأساسية لكل أسنان هي المستيكيشن نستعملها بالcutting بقطع الطعام holding or grasping يعني تمسك الطعام holding or grasping يعني تمسكه أو تحافظ عليه بمكانه shearing برضه بتيجي بدور التقطيع chewing يعني chewing or grinding اللي هو المضغ أو نحكي الطحن طحن الأكل chewing or grinding يعني طحن تمام functions of deglutation and or swallowing deglutation شو معناها deglutation هي المسمى العلمي لكلمة البلع لswallowing swallowing يعني بلع الطعام البلع مسمى العلمي اللي هو deglutation ما شيفه deglutation نفس كلمة swallowing نفس المعنى تحدث بمساعدة الأسنان incisors بيجو بالأنتيرر part of the oral cavity ايش يعني أنتيرر احنا بنعرف بالأناتومي في عنا مسمى anterior posterior anterior الجزء الأمامي posterior الجزء الخلفي فلما نحكي anterior teeth بيكون قزنا incisors زائد الكانين احفظوا هاي شغلة برضو بتفريكو بالدنت الأناتومي anterior teeth يعني canines زائد incisors طيب posterior teeth posterior teeth يعني pre-molars و molars posterior teeth يعني pre-molars و molars posterior تمام POS خلنا نتبلكم إياها لا عفونا كثير كبيرة عنا مصطلح anterior 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 teeth أو بختصروها بحكو انتيريورز في عنا Posteriors أو Posterior teeth Posteriors الPosteriors اللي هم pre-molars زائد molars والانتيريورز مين الانتيريورز زائد الكنين طيب نرجع المهم الانتيريورز بيجيو بالانتيريور في عنا الكافتي بيجيو مصممات يعني الله عز وجل خلقهم بشكلهم اللي بيجي زي هيك بيجي يعني لهم ديش أنا أفوت بلانتومي ما بدي أدخلكم مصلحات كثيرة بس شكلهم يناسب وظيفتهم هي القطعة بيجيو بيجيو بدون بيجيو بيجيو بدون نستخدم قوة كثيرة عالية هم أصلا مستعملات لقطع الأكل الكانين لهم مسمى آخر لهم الكاسب لماذا مسمى كاسب لأن لهم كاسب لهم كاسب تمام أم أخلص بدون نفوت بالتفاصيل الكانين رح توقض بدي انتلا ان لهم إشي اسمه كاسب الإنسائز كاسب يعني ثنائي الكاسبات الكاسب عبارة عن إيش عبارة عن هيك هذا هيك زي نحكي جزء بيجي هون عند السن ماشي برضو بتشعفو تلكم بتفاصيل عشان ما أتوسع و أطلع بره المحاضرة أنا محاضرتنا أعرف السيوجي موش أناتومي المهم انه إلهم كاسب وان كاسب عشان كاسب موقعهم بال في زاوية الفم موقع الكانين بزاوية الفم يعني هسا جربوا أضحاك وبتحسوا أن الكانين جاي على الزاوية تمام كانين بيجي in the corner of the mouth دائما الكانين بيستعمل وصف تيرين يعني زي تقطيع الأكل فبنا نحفظ كانين كت تير تمام وظيفتهم إيش بريمولر موقعهم بيجي ما بين الكانين و المولر having both pointed cusps and a broader surface يعني أن البريمولر مثل ما حكنا لهم two cusps كسبتين و لهم broader surface يعني broader يعني أوسع السطح تبع البريمولر أوسع من الكانين ماشي بس أقل من المولر يعني البريمولر الكانين أصغر بعدها البريمولر أكبر منه بعدها المولر أكبر منهم الاثنين أكيد يعني فهذا الشكل يتوافق مع وظيفتهم تهولد أن تشوفوا بيمسكوا الأكل و بنقلوهم للمولر و بنفس الوقت إلهم دور بالتشوينج أنه يعني نحكي طحن الأكل ماشي إذا فسو ذي هولد أن تشوف تهولد يحملوا الأكل يمسكوه ماشي و بنقلوهم للمولر و برضو إلهم دور بالتشوينج المولر أكبرهم المولر عدة الكسبات فياتهم من ثلاثة لخمسة حسب السن يعني تمام برضو تدرسوها بإدنة لأنتم إن شاء الله بالتفصيل شو بظيفتهم اتشوينج اور گرايندينج گرايندينج يعني طحن بطحنوا الأكل من اسمهم طواحين يعني بطحنوا احفظوا المصطلحات هاي طيب the food فهي وظائف الأسنان المختلفة الآن بدنا نحكي عن عدة وظائف مثل ايش مثل appearance keep pleasant appearance يعني مظهر جميل بدون الأسنان without teeth أكيد المظهر ما بيكون كثير جميل صح ولlach وبرضو بدون السنان individual's speech المرضى اللي بيكونوا فقدوا كل السنان هم هاي إن شاء الله رح تشوفوها لقدام لما تصيروا سنة ثاثة سنة آبعة m وتتعلموا عن هذول المرضى اللي بيفقدوا أسنانهم ولي بيحتاجوا طقم كامل هذول المرضى وجههم ببين هيك كأنه متقلص يعني صغير وجههم بصغر يعني وببينه أكبر بالعمر عشان هيك لما نركب لهم الطقم كأنهم هيك صغروا بالعمر ليش أنا وجههم ببين الشرنكن بدون الأسنان أنت تخيل واحد فقط كل أسنانه وجهه أو بالذات الجزء يعني الجزء السفلي من وجهه ببين أنه صغير أو نكمش تمام فإذا الأسنان حافظنا عليهم بصحة جيدة الفيش الأبيرانس يعني مظهر الوجه والبيبتر تمام برضو pronunciation and articulation هو الكلام ويعني المخارج الحروف pronunciation is basically controlled by vocal cords هن بيقول لك أنه يعني قصة الكلام وهيك يتحكم فيها بشكل أساسي الـ vocal cords اللي هي الحبال الصوتية إحنا بنعرف الهواء يخرج من الرئتين بمر بالـ vocal cords الحبال الصوتية فبأخذ نحكي زي نغمة معينة أو بأخذ الصوت معين بعدها بمر بالـ mouth المouth حسب الحركة وحسب أنت كيف يعني كيف مثلا مثلا بتحط لسانك والله بيسك في الحلق أو كذا حسب الحرف اللي بدك تنطقه بخرج معك الكلام تمام فأنت الـ vocal cords هي جزء أساسي أكيد لكنه يجب أن تعمل مع الأسنان لكي تخرج الأصوات المختلفة أو الحروف المختلفة بشكل دقيق تمام ما في وظائف أخرى للأسنان؟ أولا Maintain space for permanent teeth to erupt يعني نحن نعرف أن الأسنان تقسم إلى قسمين أسنان لبنية وأسنان دائمة الأطفال عندهم أسنان لبنية توقع الأسنان اللبنية ويطلعوا ما لها سن دائم صح أو لا؟ فوجود الأسنان اللبنية بيحافظ لك على موقع السن الدائم لما بده يطلع هون شو بيحكي لك Beneath each deciduous tooth deciduous يعني سن لبني أو بيسموهم primary teeth deciduous tooth developing permanent tooth is the present يعني بيكون عندك سن دائم قاعد بنمو تحت السن primary هاي صورة OPG صورة panorama نتطلع حون مثلا على incisor هذا اللي هو الايش lower right incisor central incisor هذا lower left primary central incisor المهم هذا السن اللبني بيوقع وشوفي شوفي تحتيه هسه هذا السن دائم هذا السن الدائم تحت السن اللبني هذا سن دائم تحت السن اللبني هذا سن دائم تحت اللبني سن دائم تحت اللبني فمنلاقي انه الاسنان الدائمة permanent teeth بتكون تحت beneath deciduous teeth فالاسنان اللبنية reserve the space يعني بتحافظ على الفراغ على المكان عشان تطلع لسن الدائم يعني أنا الان لما وقع عندي هذا السن الـ primary بترك لي فراغ يعني بترك لي فراغ جوه الفك هذا الفراغ بيجي بعبيه السن الدائم لو ما كان في فراغ السن الدائم ما هيقدر يطلع هاي احيانا مرات من مشاكلها اه عفوا هاي احيان احيانا بعض المشاكل اللي بنواجهها انه ما بيكون عندك فراغ للسن الدائم انه يطلع فالسن بيظل مطمور جوه العظم هذول بيسموهم الاسنان المطمورة او impacted teeth بالانجليزي بغض النظر ما بيهمكم هسه المهم when permanent teeth begin to erupt deciduous teeth will fall لما الاسنان دائم تبلش بتها تطلع ايرب يعني انها تطلع جوه الفم الاسنان primary او deciduous اللي هي لبنية والفور رح توقع naturally بشكل طبيعي تمام ام فبس اش كمان من رضا وظائف الاسنان اللي هي نمول بتساعد بنمو العظم المحيط فيها وجود الاسنان بيساعد بنمو العظم اللي بيحمل هاي الاسنان نحن نعرف السن مزروع جوه العظم بمعنى لو الاسنان ما Liver يعني لو مريض ما طلع له اسنان ماشي هذا المريض ما بنمو له عظم العظم رح يكون عنده نسبة العظم اقل من المريض اللي طالع له اسنان ليش لانه الاسنان تساعد بنمو العظم انه يلتف حواليها طيب مع تطور الأسنان جزء من الجمجم بنمو اللي هو الجزء يعني نحكي اللي بيحوط للأسنان فقط مش كل الجمجم أكيد المحيطة بالأسنان أو المتعلقة بالأسنان زي الالفيولاربون ما معناه كلمة الفيولاربون الفيولاربون معناها العلمي هو الجزء من الفكين الجزء من عظم الفكين الذي يحمل الأسنان يعني هاي طلعوا هذا السن هذا هاي العظمة اسمها الماندبل عظمة الماندبل أفك السفلي هاي العظم اللي أنا بأشر عليه عظم الماندبل الأسنان جوه هاي العظم فالجزء من الماندبل اللي بيحمل السن هذا العظم اللي موجود هنا اللي بيحمل الأسنان بيسموه الفيولاربون طيب فإذا الأسنان ما نماتل الفيولاربون نموها رح يتأثر وما رح تنمو تمام برضو بلعب دور ب يعني بيحمي اللي جوه الفم زيه جزي اللسان يعني بتلاقوا اللسان بتيجي الأسنان بتحافظ يعني اللسان بيجي جوه والأسنان لبرة فالأسنان بتحمي اللسان إنه والله يصيبه تراوما أو أذى معين تمام وآخر شغل بدي أحكي عنها بمحاضرة اليوم اللي هي موضوع يسمى فورنزيك دينتستري فورنزيك دينتستري هو طب الأسنان الشرعي يعني أكيد جزء منكم مر عليه مصطلح الطب الشرعي الطب الشرعي اللي هو مثلا لما يصير فيه جرائم أو حالات اختطاف أو حالات وفاء أو كذا يصيروا يحاولوا يعرفوا مين يعني مين المسبب أو مثلا مين هذا اللي توفى يفحصوا الدينة كذا كل هالأمور هذا بيسموه الطب الشرعي يعني فنفس الإشيان بطب الأسنان فيه طب أسنان شرعي تمام فبيحاولوا يكتشفوا الشخص من أسنانه أو من صفة أسنانه وهذا موضوع يعني كامل نحكي وهذا فرع خاص يعني زي ما بحكي هون في عندك يعني تخصص جوه طب الأسنان اسمه أو فرنزيك دينتسري ماشي يعني تخصص جوه طب الأسنان متخصص بهذا الإشي فبيقولك أنه نكس تو فينجر فرنس إيش يعني نكس تو فينجر فرنس يعني بدي يقولك أن الأسنان هي أحسن أداة لتحديد هوية الشخص الـ identification of human remains يعني بقايا هذا الإنسان ما بعد البصمات فبيقولك أن الأسنان هي أحسن إشي ما بعد البصمات بتحديد هوية الشخص أو بقايا الجثة نحكي فـ the use of the dentition إيش يعني dentition إليه تقم الأسنان يعني أسنان البني آدم for the identification of an individual لتحديد هوية الشخص has been will establish in the field of forensics يعني يعني تدرس وتطبق في مجال طب الأسنان الشرعي وبيقولك عندك يعني many significant relationships between that character يعني عندك علاقة ما بين characteristics of teeth يعني الأمور المميزة للأسنان وصفة الأسنان وشكلها وحاجمها وبتختلف من شخص الآخر يعني أوكي نفس الأسنان موجود عند كل الناس insiders premolars بس فرقي كبير بين كل شخص وآخر بين صفة أسنانه فعندك علاقة بين الأشياء المميزة للأسنان والsex والرace والأيج يعني عمر ونقدر نميز العمر كمان صحيح الرace اللي هو نحكي العرق تمام والsex اللي هو الجنس يعني female or male فإذلك the character of the the basic knowledge المعرفة الأساسية الbasic يعني والمهارات الbasic to perform forensic dental analysis إنهم يقدروا يطبقوا هذه المهارة تمام فبس هذه أول محاضرة محاضرة خفيفة يعني نحكي فيها عن الأسنان الآن بدنا نفوت على محاضرة الكالسيوم طيب ونحكي عن الكالسيوم ميتابوليزم طيب طبعاً أنتم مصطلح ميتابوليزم مر معكم أخذتم مادة الميتابوليزم أو مادة الاستقلاب كلمة ميتابوليزم باختصار شمعناها اللي هي مجموعة للتفاعلات أو يعني التفاعلات الأيضة التي تحدث داخل الجسم يعني هي مجموعة للتفاعلات الكيميائية اللي تصير جوة الجسم عشان نحول الأكل اللي نوكل للطاقة ماشي يعني لما الواحد يأكل وجبة بتكون فيها كربوهايدريتز كربوهايدرات يعني بروتينات دهنيات هذا الجسم يستعملها ويحولها لطاقة صح ولا لا عشان يعني تفنكشن يعني أن نؤدي وظائفنا كبشر فمجموعة كل هاي التفاعلات في الجسم يسموها الميتابوليزم ماشي فبس هذا معنى كلمة ميتابوليزم نحن 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 الكالسيوم أيون الكالسيوم وأهميته في جسم الإنسان وكلنا بنعرف الكالسيوم يعني مكون أساسي للعظام وللأسنان يعني 99% من الكالسيوم اللي موجود في الجسم موجود في العظام والأسنان 99% من الكالسيوم اللي بالجسم موجود في العظام والأسنان بعدها في نسبة بتكون جوا الخلايا بتأدي وظائف معينة ونسبة بتكون موجودة بالبلد بالدم ماشي فهذا توزيع الكالسيوم بالجسم والكالسيوم له عدة وظائف له دور مثلا بمسل كونتراكشن بانقباض العضلات إذا أخذت أنت الفيسيولوجي للمسل كونتراكشن رح تعرفوا أنه الكالسيوم له دور أساسي فيها حسنا رح نحكي عنها عموما إلها دور بإذا تذكروا بالأكشن كوتينشال لما درستوا عن الفيسيولوجي للنيرز وهيك إلها دور بالأكشن كوتينشال يعني مش بيكون عن قنوات الصوديوم وفيها قنوات كالسيوم كمان فإلها دور بهذا الموضوع إلها دور مثلا بتخثر الدم عملية تخثر الدم لبلد كواغيوليشن رح نحكي عنها تحت ولها كثير أدوار تمام فخلينا نبدأ وأول أكام السلايد عن شو رح نحكي رح نحكي عن الفنكشن في كالسيوم يعني مضائف الكالسيوم عموما بجسم الإنسان بيقولك أول شي الكالسيوم is a major component in the mineralization of bones and teeth يعني هي major component جزء أساسي موجود جوه العظم والأسنان العظام والأسنان تتكون من إحنا نسميها كريستالات الكريستالات معدنية فيها معادن الكريستالات عبارة عن كالسيوم وفوسفيت ماشي كالسيوم وفوسفيت طيب فالعظام والأسنان فيها الكريستالات من الكالسيوم وفوسفيت وهذه عبارة عن معادن تعطي العظام قوتها يعني الكالسيوم عبارة عن معدن صح ولا لا؟ معدن فـ It is vital for all aging groups including growing children يعني الكالسيوم مهم لكل الأعمار للأطفال أثناء النمو للمنحكم مراهقين أو الأكبر شوية من الأطفال النساء الحوامل الكبار بالعمر عشان نحافظ على العظم To maintain bone تمام؟ وهذه رح نحكي عنها بردو تحت أو هي مكتوبة هون أن الكالسيوم يعني بالنسبة للأطفال بيحتاجوا الكالسيوم عشان ينموا عظمهم صح ولا لا؟ عشان ينموا ويوصل لحد ما يكتمل نمو العظم ما بعد ذلك يعني نحكي الأدلس البالغين بيحتاجوا الكالسيوم عشان يحافظوا على العظم اللي بنوه يعني نحن كونا العظم اللي بدنا نحافظ عليه نحافظ عليه عن طريق أنه يكون فيه جزء من أكلنا فياته كالسيوم طيب فكالسيوم بيحتاج إلى الأطفال أساسي ومهم لأنه يعمل لك عظم قوي ودنس يعني أكثر كثافة نحكي Early in life بهذا بالنسبة للصغار وبرضه بالنسبة للأكبر يعني تحافظ على البون يكون strong and healthy later in life طيب بلعب دور طبعا بالsildivision and movement يعني بانقسامات الخلايا الكالسيوم إلو عدة أدوار بدون ما أفوت بالتفاصيل يعني هنا فيه للأمانة كلام عام ما رح أفصل فيه كل واحدة يعني مثلا رح نحكي أنه والله إلو دور بتخثر الدم هل رح أمشي لكم بكيف تخثر الدم بمشي من أي تزد؟ لا طبعا هذا بالدور حاله محاضرتين ثلاث أنا بس رح أذكرها كمعلومة عامة بدون ما نفصل كثير بس بالنسبة للانقسامات الخلايا الكالسيوم إلو دور بأكثر من خطوة بالانقسام بلعب دور تمام؟ بدون ما نفت بالتفاصيل عشان مش مهم يعني ما رح تنسألوا عن التفاصيل بعض عمليات الأكسدة جو الجسم بالذات عن طريق أن الكالسيوم يفعل بعض الأنزيمات اللي بتعمل أكسدة بلعب دور فإلو دور ببعض التفاعلات الأكسدة إلو دور بأكثر من أهمية في سجنال الترانسدكشن باثويز أكيد مر عليكم بالميتا أو بالفيسيولوجي أنه مثلا بيجي هرمون معين يرتبط بالمستقبل على خلية عندك خلية خلية تمام؟ في عليها مستقبل بيجي عندك مثلا هرمون معين أو أيون معين ارتبط على هذا المستقبل الآن ارتباط الهرمون على هذه الخلية بيجي يعمل تغييرات بالخلية بغض نظر شو هي تغييرات بيجي يعمل لنا تغييرات بالخلية ماشي؟ فبيصير عندك جوا الخلية عدة خطوات يعني بتيجي مثلا هذا الهرمون ارتبط بالمستقبل جوا الخلية بتيجي مثلا والله بيصير مثلا ايش بيسموه بروتين كاينيز بتفعل هذا الكاينيز بتفعل بيروح مثلا بيشغل قنوات الكالسيوم الكالسيوم وقتها بيروح بيرتبط مثلا على النواة عشان والله او يعني يرتبط بمكان معين او عند جين معين عشان والله مثلا انت بدك هاي الخلية تزيد انتاج انزيم معين فيحدث هذا الاشي بالاخر يعني الخلاص ايش بدي اوصل لكم ده اوصل لكم انه فيه اش بيسموه سيكاد مسنجر يعني الكالسيوم جوا الخلايا بيلعب كسيكاد مسنجر بيجي الهرمون بيرتبط هون بصير تغيرات بالخلية بيطلع الكالسيوم الكالسيوم مثلا والله بيرتبط بانزيم جوا الخلية او والله بيرتبط على جين معين جوا الخلية او كذا بحيث انه يغير بنشاط الخلية لذلك بيسموه سيكاد مسنجر انه بيلعب دور بيجوة الخلية نفسها تمام فهذا بيسموه سيجنال ترانسدكشن يعني انت تنقل الاشارات ويرت اكتز از السيكاد مسنجر ان شاء الله انا يعني وضحت الصورة العامة انا ما بتقفت بالتفاصيل برضو بيلعب بدور بـ يعني زي ما قلنا لكم بالأكشن بتنشال والديبولاريزيشن اللي هو اذا بتذكروا ريبولاريزيشن ديبولاريزيشن ازالة الاستقطاب واعادة الاستقطاب بالخلايا او بالاخشي عفوا الكالسيوم بيلعب دور بيكون عنا قنوات صوديم قنوات كالسيوم برضو بدون ما الفهمت بالتفاصيل كالسيوم بيكون ادوار مختلفة استجابات مختلفة جو الخلايا يعني صار عندك محفز كيميكال يعني مثلا هرمون ربط على الخلية وحتى إلكتريكال بيلعب ادوار جو الخلية برضو كالسيوم ايونز انفولد in the conversion هون بيحكيك عن موضوع الكونتراكشن انقباضات العضلات السكليتال كارديكور سموث مسلز احنا بنعرف العضلات بالجسم ثلاث انواع سكليتال كارديكور سموث مسلز كارديكور هي عضلة القلب سكليتال هي العضلات الهيكلية مثلا على عضا ايدك لما تحركها فيها عضلات هيكلية والسموث مسلز هي العضلات الملساء الموجودة مثلا بالجهاز الهضمي اللي بتتحرك بدون ارادتنا كل هذول العضلات الكالسيوم بيعبدور بانقباضها تمام فهو بارتبط بمثلا بيش اسمو تروبينين سي اند كال موديولين ويش ارنسي سري فور بروموتين كنتراكشن المسل يعني طلعوا هاي الصورة اذا تذكروها او اذا مرت معكم يعني بنعرف ان انقباض العضلات في عنا ايش اسمو الاكتين والميوسين ماشي الاكتين والميوسين هاي اسمها اكتين الاكتين بدها الميوسين يرتبط فيها عشان يصير عندك انقباض الاكتين بدها ميوسين عشان ينقبط فيها عشان يصير انقباض بادخار هذه الفراغتي الآن الكالسيوم يرتبط هنا onには tropomaiosin خلال liking troponene complex �onene Ccture بيأيها بالتين що بيرتبط عليه الكالسيوم بيرتبط عليه الكالسيوم كيف ترون Linky ففتحت الاماكن ارتباط الميوسين على الاكتين فوقت يصبح انقباض العضلة هذا بشكل مبسط وما بهمني كل الكلام الموجود هون ايه بس جبت عشان تفهموا الموضوع برضو بيشغل انزيمات داخل الخلايا ايه له دور بالpotential difference يعني ايه دور بالpotential difference يعني اختلاف الجهد عند الاخشية كمان مرة عشان موضوع الايش موضوع الاكشن potential يعني الكالسيوم دخوله وخروجه من الخلايا بيلعب دور بانه يحافظ على جهد الخلية جهد غشاية الخلية يعني الpotential يحافظ على رقم معين مثلا بدنا يكون ايه بيتذكرين انتو موضوع الثرشولد كل هالامور بيتشوفو تعرف التفاصيل بصراحة المهم انه بيحافظك على جهد الغشاء بقيمه معينة تمام؟ برضو بيلعب دور بالprocess of blood coagulation اللي برضو اتطلعوا هون مثلا الكالسيوم بيحول براثرومبن لثرومبن طبعا ال blood coagulation ايش هو اللي هو تخثر الدم تخثر الدم هاي لها عملية طويلة جدا ولها يعني نحكي لها عدة فاكتور فاكتور 8 فاكتور 8 فاكتور 10 فاكتور 9 يعني عملية معقدة شوية ممكن تدروش عنها لاحقا ممكن لا المهم البلد coagulation الكالسيوم يلعب دور بأحد أدواره فبس يعرفوها مثل ما هي اللي هو دور بالبلد coagulation اللي هو دور بمانتنينك بادي متابوليزم اي ديجيشن اللي هو دور برضو بالهضم تمام؟ اللي هو دور بالميتابوليزم كيف يعني مثلا الكالسيوم وهي برضو لها دخل بنقطة 12 اللي هو الكالسيوم مهم عشان تبروديوس انزام و هرمون يعني الكالسيوم مثلا مهم لإفراز هرمون الإنسولين تعرفوا الإنسولين هرمون يفرز عندما يرتفع مستوى الجلوكوز بالدم حتى يسمح للسكر أو الجلوكوز عفوا انه يدخل الخلايا وتستعملها كمصدر للطاقة فالكالسيوم وقتها يلعب دور انه يروح على بعض الخلايا بالبنكرياس اللي هي بسمها البيتا سيلز ليش؟ عشان يساعد بإفراز الإنسولين فبيلعب دور بموضوع الميتابوليزم يعني ماشي؟ فبس هذي وظائف الكالسيوم بشكل عام أنا يمكن فصلت في بعضهم بس انتو خذوا الفكرة العامة خذوا الفكرة العامة يعني أنا ما بهم نتعرف التفاصيل طيب توزيعت الكالسيوم في الجسم أغلب الكالسيوم يعني وين انت مكتوبة هنا أطوق آها 99% 99% الكالسيوم موجود بالجسم على شكل جو العظام والأسنان 99% من الكالسيوم اللي موجود بالجسم موجود بالعظام والأسنان و بيكون رابط مع الفوسفيت عشان يكون اشي بيسموه وش رس اقول لكم أنا انه العظم والعظام والأسنان مكون أساسي إلها اشي بيسموه يعني كريستالات يسموها عبارة هيك صغتها بتيجي عشرة عشرة حبات كالسيوم PO4 على ما أذكر ستة وحبتين OH2 هذا هو الهيدروكسي أباتايت حرفيا هذا هو ماشي بيهم نشطع طبعا تعرفوا الصغر ستمر معكم بعدين وتحفظوها زي اسمكم بمواد أخرى بس المهم الهيدروكسي أباتايت كريستال عبارة عن الكريستالات من الكالسيوم والفوسفيت فالكالسيوم موجود جو العظام والأسنان على شكل الكريستالات فبس هذا بديكم تعرفوه سكيليتون 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 هو الهيكل العظمي للإنسان مجموع كل الإعظام كالسيوم بالدايت اللي احنا بنوكلها جدا مهم يعني عشان نوصف دايت معين نظام أكل معين أنه صحي لازم كن فييته مصادر للكالسيوم زي الحليب زي بعض الحبوب زي العدس زي غياس سنحكي عن بعض المصادر and a mineral necessary for life يعني هو عبارة عن معدن مهم للحياة و رح نوخذ إن شاء الله في المحاضرة الجاي بعض الأمراض اللي بتصير إذا زاد أو قل مستوى الكالسوم بالجسم و زي ما حكنا هاي معلومة طبعا الواحد من البلمية المتبقية يعني من المية بالمية تسعة وتسعين بالمية بالعظم والأسنان و واحد بالمية كيف موزعها موصلي فوند بتوين the intracellular and the extracellular interacellular يعني ما داخل الخلايا داخل الخلايا بيكون تقريبا واحد بالمية و 0.1% صفة فاصلة واحد بالمية موجود extracellular يعني خارج الخلايا خارج الخلايا يعني بصيغة أخرى بالبلد بالدم نحكي تمام بس هاي صورة بتوجيك توزيعة الكالسيوم وهي حفظ المعلومة مستوى الكالسيوم الطبيعي في الدم من 9 إلى 11 مستوى الكالسيوم الطبيعي بالبلازمة اللي هو في الدم يعني من 9 إلى 11 ميلي جرام احفظوها مع الوحدة كمان لانه ممكن يجيبلك إياها بالامتحان وشيل الوحدة فانتبهوا لهذه النقطة طبعا The extracellular calcium occurs in three forms يعني احنا اتفقنا أنه الكالسيوم موجود بالدم الآن الكالسيوم اللي موجود بالدم له ثلاثة أشكال الكالسيوم الموجود بالدم له ثلاثة أشكال الشكل الأول على شكل آيون يعني كالسيوم على شكل آيون الشكل الثاني طبعا هذه نسبتها 50% من الكالسيوم الموجود في الدم تمام؟ الشكل الثاني مثل ما هو غال لي كالحهم هون جاءً إن شاء الله، ممكن تراجعها بمادة فارماك Niجاجن مع الأدوية خلالة بسبب جنود لكيه لكن لذلك الألبومين يقضر بعديد على مركبات كثيرًا بالتأليم المهم أن الألبومين يعني، 40% من الكالسيوم اللي يفły يكون مربوطهòn مربوطه وآخر جزء بيكون ماسك مع الفوسفيت كما تعلم هم عند الفوسفيت كان يكون كالسيوم مغنيسيوم كل صادق كما تريد من美 입 박ض في عبورalla نعم عندك كالسيوم و فوسفيت كالسيوم و فوسفيت و مرات بربط مع أيونات أخرى غير الكالسيوم نحكي طيب فخمسين بالمئة بيكون على شكل أيون وهذا الشكل اللي بهمني يعني الشكل اللي مهم بجسم الإنسان اللي هو بيكون فري بيسموله فري كالسيوم لأنه هذا اللي بيقدر يعني يأدي وظيفة أما اللي بيكون ممسك بألبه من أو يعني بيكون كومبليكس مع أذر أنايون يعني بيكون شحنة سالبة بتعرفوا الكالسيوم شحنة و موجبة فبدو إشي شحنة سالبة و زي الفوسفيت تمام هذول ما بيفيدونه يعني يعني اللي بيفيدني بيكون فري تمام اللي بيقدر يأدي وظائف و يروح و ييجي و يطلع من الدم و يدخل تمام النسب حفظ طبعا 50% أيوناج 40% مرتبط مع بروتين بالذات الألبومين و 10% ماسك مع آنيونز أخرى يعني أيونات سالبة زي الفوسفيت و غير الفوسفيت طبعا بس بشكل أساسي الفوسفيت آيونايز كالسيوم is the physiologically active form هاي جملة حفظ لو جاكوا سأل بانتحان مين الفيسيولوجيكلي active form of كالسيوم الجواب الآيونايز تمام وهذا اللي الجسم بنظمه for normal functioning of numerous biochemical processes يعني هاس حكينا عن عدة عمليات بيلعب فيها دور الكالسيوم الكالسيوم اللي بيأدي الوظائف المختلفة هو الكالسيوم الفري تمام فبس هون بيقول لك انه كيف بيكون متوزع هون بيكون باونتو آنوين زي الفوسفيت زي الكاربونات الCO3 الSO4 الستريت فبس طبعا كأش هي مصادر الكالسيوم من الغذاء في عنا مصادر الـ dairy products اللي هي يعني نحكي المصادر اللي هي يعني مشتقات الحليب زي الحليب نفسه الحليب تشيز الجبنة اليوغرط اللبن تمام الـ vegetable sources يعني الخضروات زي الـ peas اللي هي البازيلة الـ beans لبعض الحبوب نحكي أم والـ almonds اللي هي شو اسمه الـ almond اللوز الصايبان اللي هي فور الصايا lintels fresh leafy هو قصد هنا أو fresh leafs يعني اللي هي أم يعني زي الجرجير زي السبانخ اللي هو يعني الورق يعني نحكي فهمتوا علي الورق الأخضر سبانخ هالأمور وبعض مصادر حيوانية زي الـ eggs and fish البيض والفش السمك ونقطة كثير مهمة ورح نحكي عنها كثير برضو انه الـ vitamin D مهم جدا لإمتصاص الكالسيوم vitamin D is very important for the absorption of calcium into the blood stream يعني احنا منوكل الأكل صح ولا لا هذا الأكل بروح للجهاز الهضمي هناك الأكل لازم يروح من جهاز الهضمي للدم عشان أقدر استفيد منه صح ولا لا لأنه أنا اللي بوكله جزء منه بروح على الدم جسمي بوكله للدم بوديله للـ blood stream عشان استفيد منه وجزء يعني بكمل للآخر حتى يعني يخرج من الجسم على شكل فضلات فالي بخرج من الجسم ما بستفيد منه اللي بروح للدم بستفيد منه ف vitamin D is very important for the absorption of calcium لازم نضيف vitamin D على داية تبعتنا عشان نسهل بانتصاص الكالسيوم جوه الجسم اوكي عفوان كمان مرة وهونا عندنا مصادر للكالسيوم مختلفة طيب طبعا شو ركومندد يعني قديش ركومندد انه الواحد يوكل كالسيوم بالجسم بشكل عام التوتال كالسيوم لازم يكون ما بين 800-2400 ميلي جرام وبختلف حسب حسب العمر يعني للإنفانتس تمام 400-600 ميلي جرام طبعا الإنفانتس اللي هم الرضة يعني يكونوا أصغر إشيء بعديها عندك لتشلدرن هم الأكبر أطفال لحد عمر 10 سنوات 800 ميلي جرام سنرى كل ما كبيرنا بالعمر كل ما زادت الحاجة تينيجرز الأدالتس اللي عمر 11-24 سنة من 1000-1200 الـ بشكل عام يصير بديها كالسيوم زيادة لماذا؟ اللي تغطي إحتياجاتها وإحتياجات البابي نحكي أو الشو اسمه الجنين يعني من 1200-1400 ميلي جرام لكتايتين أثناء الرضاعة نحكي لكتايتين الكبار بالعمر اللي نحكي 50-60-70 هذول الكبار بالعمر بيحتاجوا أزمة 1500 ميلي جرام الكبار بالعمر فرصة يعني العظم عندهم بضعف بالذات الفيميلز بعد عمر معين يعني بصيروا أكثر عرضة لها شاشة العظام تمام؟ يعني الفيميلز بعد ما يسموها سن اليأس أو اللي هي المينو بوز ماشي بعد هذا العمر بصيروا أكثر عرضة لها شاشة العظام بشكل كثير كبير يعني فعشان هيك يعني دائما بوصفوا لهم فيتامين D وكالسيوم تمام؟ لأنه مستويات الاستروجين بتقل عندهم فعشان هيك الكبار بيحتاجوا كالسيوم أكثر طيب امتصاص الكالسيوم بحكي لك 30-80% of ingested calcium is absorbed primarily in the upper part of the small intestine the small intestine طبعا لها three parts يعني هاي جبت لكم صورة أذكركم بالأناتومي اللي هي الديودينام هذا أول شيء ثم الجيجينام ثم الإيليام الإيليام طبعا اللي بشبك بعدها على large intestine أو colon أو colon المهم المهم بفا بقول لك أكثر الامتصاص بصير بالأبر part of the small intestine large intestine أو القولون ما بيتعدى العشرة بالمئة يعني يوجد not more than ten percent of total absorption الامتصاص بصير بالlarge intestine فإحنا بنحكي بشكل أساسي عن small intestine بشكل أساسي وين بالsmall intestine الآن في عنا تفصيل امتصاص الكالسيوم إذا كان أو قبل قبل ما نحكي عنها the amount of calcium absorption depends on many factors يعني في عنا عدة عوامل تلعب دور بامتصاص الكالسيوم منها الجندر female أو male بختلف لأن كل واحد عنده احتياجات مختلفة الage بختلف لأنه برضو في احتياجات مختلفة الفيتامين D مهم جدا لامتصاص الكالسيوم وراح نفصل فيها لقدام أكثر and the amount of calcium containing food وبرضو كمية الكالسيوم بنفس الأكل أكيد تلعب دور بامتصاص الكالسيوم صح ولا لا وامتصاص الكالسيوم is a combination of passive and active processes ايش يعني passive و active يعني مرات بكون عنا passive absorption مرات active active absorption عن الجسم ببذل طاقة عشان يمتص الأكل يعني ببذل ATP يعني بصيغة أخرى active transport هياخذ تهب الفيسيولوجيا active transport اللي هو يحتاج طاقة الآن حسب كمية الكالسيوم بالجسم إذا كانت كمية الكالسيوم أو عفوا عفوا حسب كمية الكالسيوم اللي أنا بوقلها إذا كان كمية الكالسيوم اللي أنا أكلتها قليلة يعني إذا كان الانتاك is low كمية الكالسيوم اللي أكلتها قليلة جسمي بمتص الكالسيوم عن طريق active transport بشكل أكبر من passive يعني active transport in the deudinum is increased and a larger proportion of calcium is absorbed by the active process compared with the passive process that occurs in the deudinum and ilium يعني إحنا اتفقنا في ديودينام جيجينام وإيليم مكونات small intestine بالجيجينام والإيليم هي مسؤولة عن passive process أو passive absorption الامتصاص المابد وطاقة بالديودينام بيكون الامتصاص الكالسيوم اللي بيحتاج طاقة فإذا كانت كمية الكالسيوم اللي أكلتها قليلة جسمك بيصير يبذل طاقة عشان يمتص الكالسيوم فبيصير عندك active transport the deudinum is increased and a large هذا بقولك بتصير نسبة الكالسيوم اللي بتنتص عن طريق active absorption is larger than the passive يعني يكون الـ active أكثر من الـ passive أما لما يكون dietary calcium is adequate يعني adequate يعني كافي أو إذا كان high الـ passive absorption بيؤد الغرض لا يوجد على active فالpassive absorption بيكون أكثر من الـ active هاي باختصار إذا كان الـ intake اللي هو يكون الـ active أكثر لأن جسمك يبدو يبضل الطاقة عشان يقدر ينتصر لأنه كمية قليلة أما هنا لا الـ passive يكون ايش أكثر إذا كان الـ intake is adequate or high تمام طيب الآن بدأ نحكي عن قصة اللي هي بعض العوامل اللي بتلعب دور بامتصاص الكالسيوم امتصاص الكالسيوم بزيد عن طريق أدة أمور مثل بعض الهرمونات مثل parathyroid هرمون رح نحكي عن المحاضرة الجاي والgrowth هرمون هرموني من نمو أكيد والفيتامين د وبيقل بعدة حالات بقل إذا قل الفيتامين د لأنه نقول الفيتامين د مهم لامتصاص الكالسيوم بالرين الفيرير يعني بالفشل مرض الفشل الكلوي بقل عندهم امتصاص الكالسيوم ليش لأنه الكلية الها دور بالاكتيفاشن للفيتامين د الكلية الها دور إنها تحول الفيتامين د للأكتيف فورم تبعه فإذا صار عندك فشل كالوي الفيتامين د بقل فتلقائيا الكالسيوم بقل أكي انتستين يعني في بعض الأمراض، أمراض بالجهاز الهضمي بصر فيها سوق امتصاص intestinal malabsorption مالابزورش يعني سوق امتصاص فبيصير عندك سوق امتصاص لكل الأكل مش بس الكالسيوم، بس منها الكالسيوم بس منها الكالسيوم، اوكي؟ وبريسنسو فى unabsorbed fatty acids يعني إذا كان عندك أحمال، يعني دهنيات يعني unabsorbed fatty acids in intestine، هاي بتساعد انه انه الجسم يعني محتوىات الجسم انها تخرج خارج الجسم فهمتوا علي؟ ممكن يصير ديارية وكل هالأمور فهذا برضو بيقلل من الامتصاص ونسبة يعني execution of calcium in urine is 80 to 400 mg per day يعني كمية الكالسيوم الجسم بيخلص منه عن طريق اليورن ماشي من 80 إلى 400 mg per day فإن شاء الله واضحة يعني هاي برضو من المعلومات اللي احفظوها اللي بيزيد الامتصاص فيتامين D وباراثيرويد هرمون، وعنا نحكي عنه ان شاء الله المحاضرة الجاي أكثر ما بدي أفصل هسه والغروث هرمون اللي بيقلل له نقص فيتامين D أو إذا تصبح عندك مشاكل بالامتصاص أصلاً أو وجود الفاتي لبعض الأحماض الدهنية لأنه هاي بتساعد الأكل إنه كل الأكل إنه الجسم يخلص منه، يخرج خارج الجسم تمام؟ يعني بتلعب دور كأنها زي بتلين الأمعاء يعني بتخرج الأكل خارج الجسم فما بيلحقي إنه يمطص طيب، هسه بدنا نتحدث عن إشي اسمه calcium balance إيش يعني calcium balance يعني الجسم عنده حالة اتزان حالة توازن خلص الكالسيوم فياته كمية الكالسيوم اللي الجسم بنتصها مثلاً دخل 100 ميلي جرام على الجسم المنتصها دخلت الدم كمية الكالسيوم اللي رح تطلع 100 لأنه خلص الجسم بحالة اتزان في عنا إحنا، يعني زي هاي الصورة طلع على هاي الصورة بتورجيك هذا اللي أنا سأقول كمية أن الجسم بحالة اتزان الجسم مثلاً دخل فياته كالسيوم 1000 ميلي جرام بخرج منه، يعني عن طريق الفيسيز واليورون هيك 900 فهو دخل الجسم 100 تمام؟ واللي بخرج منها بنفس اليوم 100 100 ميلي جرام باليوم لأنه خلص كمية الكالسيوم اللي هسه جوا جسمك الجسم قاعد بيوديها وبيجيبها من أماكن مختلفة يعني العظم هسه رح نحكي عن اشي اسمه بون ريمودلينج ايش معنى كلمة بون ريمودلينج يعني العظم دائماً في حالة تكسير عظم وبناء عظم دائماً دائماً بكل العمار الجسم بيكون بحالة تكسير وبناء للعظم بكسر وببني فلما يكسر العظم الكالسيوم احنا العظم من اشمكه ومنه كريستالات كريستالات فيها كالسوم وفوسفيت لما العظم يصير له ريزوربش ان يتكسر جزء من الكالسيوم رح يروح للدم وقلنا بنفس الوقت العظم بحالة دائماً من تكوين العظم فبرجع بيتكون العظم فبرجع بيودي الكالسيوم يبني فيه العظم فهمتوا علي؟ فاللي بدي اوصلكم إياه ان الجسم دائماً بحالة توازن الكالسيوم اللي بدخل نفسه اللي بيطلع لانه خلص الجسم قاعد بيوديه من مناطق مختلفة فعندك كالسيوم بلانس الجسم بيكون بحالة من الكالسيوم بلانس فإن مخازن الجسم من الكالسيوم يعني مخازن الجسم من الكالسيوم في حالة اتزان اتزان تمام؟ طبعاً متى بيصير الاشكال مثلاً لو الواحد بطل يأخذ كالسيوم فصار الجسم بيعمل اكسيكريشن كالسيوم ماشي وصار الجسم وقتها بيحتاج كالسيوم انه أنا بدي كالسيوم فهنا بصير عندك إشكال أو بصير إشكال إذا الجسم صار يوكل كالسيوم أو يعني واحد يأخذ كالسيوم كثير زيادة والجسم ما بلا حق يخلص منه عن طريق اليورين والفيسيز و هيك فهناك بتبيني الإشكال بس بالوضع الطبيعي الجسم بحالة بلانس اليوريني اكسيكريشن كالسيوم يساوي الامتصاص من الجهاز الهضم يعني هذا اللي هسا قلتلكم إياه يوريني اكسيكريشن كالسيوم يعني انه الكالسيوم بيخرج مع اليورين هور بديو يحكي لك عن موضوع اشي اسمه بوان ريمودلينج بوان ريمودلينج يحدث ات اول تايمز دائما في عنا اشي اسمه بوان ريمودلينج وبوان زي ما قلن هول مصدر الاكبر الماجر سورس طبعا عشاني بوان ريمودلينج العظام في الجهاز دائما في حالة تكسير وبناء دائما تمام وفيها تفصيح يعني ما بدي انا كثير اتوسع برضه خلينا بالكلام الموجود وعندك عدة هرمونات وعامل غير الهرمونات بتلعب دور بانها تحافظ على هذا البلانس مثل المستويات الفوسفيت الكالسيوم المغنيسيوم يعني دائما 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 يشرحوا الكالسيوم او الفيسيورجي للكالسيوم او المنتباليزوم للكالسيوم دائما بيجيبوا معه سيرة ايون الفوسفيت وبرضه المغنيسيوم لانه فيه ترابط مابيناتهم تمام والفيتامين دي برضه الفيتامين دي وفي عنا هرمونين بيشتغلوا عكس بعض البراثيرويد هرمون والكالسيتونين هدول رح نحكي عنهم المحاضرة الجاي ماشي البراثيرويد هرمون بيرفع مستوى الكالسيوم الكالسيتونين بيخفض مستوى الكالسيوم فهم هرمونين بيشتغلوا عكس بعض يعني بيسموهم فسيولوجيك انتاغونيست في عنا الادرينالغلوكوكورتيكويدز اللي هم الستيرويدز يعني الستيرويدات الموجودة جوله الجسم تمام طيب فالبون بلانس تشينج ثراؤي نورم هون بدي يحكي لك بردو عن نقطة انه العظم احنا اتفقنا دائما عندنا فورميشن وريزوربشن الان انه هيلثي يونج ادلت المريض الهيلثي اليونج هذا خلص بيكون عنده نيوترال بلانس يعني بيكون الفورميشن يساوي البلانس عندها تشتريف ماكسيمم بلانس يعني بيكون عنده كمية العظم بالجسم ماكسيمم خلص انه صار بالغ فتكون عنده كل العظم بالنسبة للاطفال الاطفال بيكون عندهم الفورميشن اكثر من الريزوربشن لو قاعد بيكون عظم صح او لا فبيكون عندهم بوزيتف بون بلانس بالنسبة للكبار بالعمور الالدرلي بيكونوا بنيجاتف بون بلانس تكسير العظم اكثر من البناء او الفورميشن اقل من الريزوربشن فعشان يبكسر عندهم ايج ريليتد بون لوس بيكون عندهم هشاشة عظام بسبب عمرهم الكبير والنيومرس فاكتورز بتلعب دور بهذا الاشي تمام؟ فهي مهمة كثير نعرف انه الناس بيكونوا بوزيتف بون بلانس فورميشن اكثر من الريزوربشن الهيلثي يقدر طلق خلص جسمه بحالة توازن يكون عندك البون ريمودلين في حالة اتزان فورميشن يساوي الريزوربشن والكبار لا بيكون عندك نيجاتف بون بلانس هيك بنكون خلصنا محاضرة اليوم اي حدا عنده سؤال يبعثلي مفقين يا رب اشتركوا في القناة